السلام عليكم. الله يطيكم العافية. شهادة لله. اشهد بان دورة التحليل الموجي لوسام هي من اقوى الدورات الموجودة. واي شخص يبي التداول باحتراف. يبي يحترف التداول ويعني تتغير حياته ويصير محترف ويعرف شوال يتداول ويطلع فلوس وارباح وكذا انه يدخل يشوف الدورة. دورة التحليل الموجي. فاي شخص يبي التداول يحترف انصح فيه. ويعني خلو نتكلم انا قبل لا ادخل الدورة. قبل لا اتعرف على الدورة التحليل الموجي كنت ماشي على البركة صراحة يعني كنا ماشينا على الرسمات الهندسية والكلاسيكية وشوية اخبار وكذا وتحليل على الماشي يعني بس ما تدري وين مكانك وين موقعك من العراب هل انت في تنصاعد ولا نازل وليش دخلت باي ليش دخلت سل ليش سكرت الصفقة الحين ليش ما ما تدري. بينما بالتحليل الموجي عارف انت وين موقعك من العراب وعارف ليش دخلت باي او سل وين راح هدفك يكون ليش سكرت الصفقة وليش ما لازم تدخل الحين عارف انت اذا انت في موجة دافعة ولا تصحيح ومتى ينتهي التصحيح زين وعار وتنطب اشارة اه دخول يعطيك ياها اذا شفت الاشارة تدخل ما شفت الاشارة ما تدخل الصفقة سواء باي او سل صعود او النزول فكل هذا انت راح تتعرفه من خلال دورة التحليل الموجي يعني يكفي انك تعارف اللي ترند وين صاعد ولا نازل ادخل باي ولا سل للحين شا سوي ابيع ولا اشتري اشتبي اكثر من شذي بعد يعني اقوى دورة صراحة دورة اقوى دورات التحليل الفني هي دورة التحليل الموجي والدورة التحليل الموجي اللي هي الدورة الثانية انصح فيهم بشدة ولوسام طبعا واشكر شكر خاص لوسام على هذه على اهدائه هذه الدورة لنا طبعا بسعر زهيد جدا يعني اسعار مقارنة مع الاسعار اللي شفناها لباج الدورات واللي هي دورات عادية ما فيها ذاك العلم وذاك المعلومات والمعرفة وكذا يعني صراحة سعر زهيد فانصح كل متداول يبي يتداول باحتراف ويحقق ارباح خيالية انه يشوف دورات التحليل الموجي لوسام واشكرك اخو سام على هذه الدورات صراحة يعطيك الف صحة وعافية وشكر وموفق وجزاك الله الف خير اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تحليل الذهب كنا قد حللنا الذهب منذ يومين او ثلاثة ايام ويعني احمد الله ما توقعناه حدث كما يعني كما تعودنا لكن قبل في تحليل الذهب اليوم كذلك لنرى كيف يمكننا التصرف معه ادعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تكتب اسم ولا تعتمد على هذه الصورة ليس كل شخص حاطت صورتي فهو انا اضغطوا على هذا الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشر بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضوا في هذه القناة المجانية التي اشارك معكم فيها ارباح المشاركين في دوراتنا التدريب يوميا شهاداتهم صوت وصورة يعني ارباحهم صفقاتهم المباشرة شهاداتهم صوت كذلك وهذا اولا لنثبت لكم قوة ما نقدمه من علم ومن معرفة ولكي نقول لكم ان هناك ناس تحقق ارباح في تداول جميع الاسواق نظرا لبدئهم بالطريقة الصحيحة وهي التعلم الكثير من الناس وهي طبيعة بشرية تهربوا من التعلم تهربوا من الاجتهاد تهربوا من التعب تريد كل شيء بطريقة سهلة وانا تعلمت في الحياة انه لا يمكنك ان تحصل على الاشياء بطريقة سهلة لذا لم تتعذب وتتعب وتثابر وتجتهد حتى ذلك النجاح ما رح تكون عنده لذة ما رح يكون عنده قيمة لذلك ليمن ننصحكم بالتعلم هذه مهنة مثل كل المهن وهي صعبة مهنة صعبة تحتاج إلى إلى مجهود لذلك نطب منكم انكم تتحلوا بالصبر وتتعلمون اولا يعني نعرف ان الاغراءات وترون في اليوتيوب الارباع يعني والسيارات والفيلات وكذا وكذا ولكن يعني يمكن تحقيقات الامور لكن اولا بالاجتهاد لا يمكنك ان تحقيقات الامور اكذا بطريقة سريعة يعني كن منطقيا اخي كن منطقيا حتى ذلك الشخص الذي يريك الارباع ويريك الاموال فهو تعذب ويريك فقط اخر مرحلة لم ترى المراحل الاولى التي بدأ بها فمن فضلكم لا تنغروا بالاموال بقدر ما اريدكم ان تتعلموا وتجتهدوا وسيأتي يعني الريزالتس او النتائي ستأتي ستأتي فقط تجتهد لذلك نحن دايما نقول لكم تعلموا هذا وافضل عرض يمكنك تعلموا اذا احتراف تدول وضعناه يعني بتمني جد 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 رخيص بالمقارنة مع ما تحصل عليه من علم ومن معرفة اذا اذا اردت الشراك في هذا العرض رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصل لهذا الفيديو كذلك والرابط اضغط عليه تواصل معي مباشرة على الخاصة على التليجرام من الذي اجاوي بوك تبدأ رحلتك نحو التعلم تبدأ رحلتك نحو الخمسة بمرة بحين وتبتعد عن الخمسة وتسعين بالمئة الخاشرين لا تنسوا كذلك ذهب للموقع برويف تريدر دوت كوم برويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنك قراته وكتوب يمكنكم تحملها مثل الدليل الساسي للشمالية بلنامتدين اضغط على ابدا المجانا دا اميليك الخاص وتعصلك الكتب الى اميليك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن ان تخسرك اموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطي النصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات اذا ضغط على زر الشراء او البيع انت المسؤول مسؤولة ان تم عن قراراتك قناة الاميليك فكاذب لا تتحملت مسؤولية كل ما نطبو منك انتوا راقب تقارن تشاهد واذا جابتك الطريقة يمكنك الانضمام لعرضينه الى دورتنا الذهب ماذا قلنا فيه اخر مرة اذا تذكرتم او خلونا اولا راح اترككم مع ما قلته اخر مرة في قبل يومين لترى ان ما قلناه حصل بالفعل وبعد ذلك اعود لكم لا يمكن مني الشراء انا في هذه المنطقة لا يمكن مني اشتري هنا ادارة الشراء احتاج ان يصحح ويعطيني تصحيحا اكبر من هذا التصحيح ومن هذا وحينها يمكنني البحث عن الشراء للذهب سأخرج من البيع وسأبحث عن الشراء ومع كسر هذه القمة سأحول وقف خسرتي الى break even ولكن هدفي سيكون هذه القمة 2450 دولار فقط وسأخرج من الشراء سأخرج من البيع بربح وسأخرج من الشراء بربح اما الان لا يمكنني الشراء هنا لان لا استطيع الشراء في بنية مكتملة هذه بنية مكتملة 1 2 3 4 5 ما هي ريسة 1 2 3 4 5 W X Y X Z كنا في هذه المنطقة هكذا كنا هنا تقريبا اتوقع كنا هنا وقلت هاتي الموجة على شكل W X Y X Z قلت ان هاتي الموجة على شكل W X Y X Z لا استطيع الشراء في Z هذا ما قلنا لماذا؟ لانه ممكن يحصل لك تصحيح اكبر قلت اريد تصحيح اكبر للبحث عن الشراء والخروج من البيع او خد يكون لك نعيكس في الاتجاه اذا ما الذي وقع الناس التي دخلت شراء مع كسري الدعم المقاومة ما الذي وقع لهم؟ هم الان في ورطة في ورطة الان في ورطة اذا هذا ربما يكون تصحيح كبير للسعود اكتر كما انه ممكن يكون فقط يعني لاحظوا كيف ممكن يتطور هذا النموذج الان بما انه حصل على الزيد هنا اذا هذه هي اخر الموجة ربما اذا هذه الموجة اولى اذا يجب ان نرى ما الذي سيحدث هنا لاحظوا معي اخواني اخواتي واناك احتمالين اذا نزلنا الى فريم 15 دقيقة لاحظوا هذا النموذج ربما هذا تصحيح اذا الموجة دفعة تصحيح موجة دفعة هذه حركة قوية قد يكون هذا وتقفلها حتى لو سعد هكذا ممكن يعود ويعطيني اذا كان هذا حتى يكتمل هذا النموذج اذا اكتمل بيعتي الطريقة وعاد بموجة دفعة تصحيح هذا للصعود مع كسر هذه القمة يجب تحويل وقف الخسرة الى بريك ايفن انا مع كسر على القمة سأخرج من البيان وسابحث عن الصعود ربما يعني سنبحث عن الصعود من هنا اذا وتيحت فرصة وسأخرج من البيان وهذا فيه سيكون فقط كسر القمة قمة التصحيح لو هذا مستوى 2449 دولار لماذا؟ لانه على المدى الطويل توقعنا هو انه قفلاته الموجة على المدى الطويل هاته الموجة الذهب بالنسبة لي يجب انه قفلاته الموجة هنا فقط اخر موجة تريد ان تكتمل تريد ان تصعد لمرة اخيرة قبل النزول اوكي لاننا نقبل الموجة مع موجة اكملنا هذا الكبير ثم اكملنا هذا الاصغر منها قليلا ثم نريد ان نكمل هذه الاصغر اذا نمشي خطوة بخطوة طيب لان لما قلنا انه هاد الموجة هي على شكل WXYXZ قلنا لا يمكن من الشراء هنا وريد تصحيحا اكبر من هذا ومن هذا لابحث عن الشراء اذا كان في شراء لكن هناك احتمال اخر ما هو طبعا عندي هاد الموجة فيها 1 2 3 مكتملة لا يمكن ان يستمر الذهب بالنزول بطريقة متدبدة هكذا ويعطي نيران كذلك ممكن اذا يجب ان اكون حذر وينزل لمرأة اخيرة يجب ان اكون حذر يجب ان اكون حذر من هذا السيناريو فبالتالي لما تتحلي فرصة للشراء يجب ان تكون فرصة واضحة يجب ان تكون فرصة واضحة هل ممكن الذهاب الان ان يسعد من هذه المنطقة ويكون هذا هو التصحيح لا ممكن ممكن فقط انا على فريم 15 دقيقة ارى ان هناك ربما هذه الحركة لم تقفل الا اذا كان هذا هو تقفلها اذا كان هذا هو تقفلها فممكن يكون هذا هو ذلك التصحيح الذي سيطير وهذا تصحيح اكبر من هذا ومن هذا وهذا ما قلنا قلنا بعد الزد اريد تصحيحا اكبر للصعود وهذه بنية تصحيحية فقط المشكلة عندي هو هل هذا هو النموذج وان تو تري وهذه مع هذه ستكون تقفيل وسيعود السعر لمرة اخيرة لكي يعطينا تصحيحا اوضح للصعود ام سيطير من هنا لانه اذا ترى من هنا نفترض انه هذا هو هاد الموجه هي الموجه التصحيحية وان تو تري قد يسعد بطريقة متدبدة يعطينا هذا الرن ثم يسعد لانه هاد الحركة شوي قوية التصحيح لم يرتد بنسبة 80-90% طلعا ايضا هاد هو الاشكال لكن في جميع الحوال هذه بنية تصحيحية للصعود هل اخلي كسر هذا قيم اذا ما قلنا حصل يعني بما لن يفهمت وعرفت انه هاد الموجه عشكل WXYXZ عندما بدأ يكسر لم اتورد في الشراء في هذه المنطقة قلت اريد تصحيحا اكبر اذا اذا كان هذا هو التصحيح المكتمل يعود وما يرتد ويسببت مئة بالمئة مئة اكتر من مئة بالمئة فهذا فقط سيكون راني في المستقبل للنزول اكتر لنزولي اكتر تراحضون اذا الان الامر يعني بدأ يتضح امر بدأ يتضح كما قلت هذا الصعود اذا كان صعود رح يكون فقط صعود لكسر هذه القمة لا اكتر ولا اقل وحينها سنقول ان هذا هو النموذج هذا هو النموذج برغم ان هاته الموجه شوي قوية صعود اخير قبل النزول صعود اخير قبل النزول بالنسبة للبيع قلنا منذ الاول هذا الموجه لا تعجبني غير مفروض انها تعطينا هذه التصحيحات لو كانت هذه التي ستطر كان يجب ان يطر من هنا لذاك حد اخلنا في البيع كان يجب ان يطر لم يطر هذا يقل لنتابعه هناك مشاكل لكن هذا لم يمنعني من البقاء اذا الان انتظروا نشوف ما الذي سيحصل هنا اتمنى ان يقفل اولا ثم يعود هكذا حتى يعطني تصحيحة مكملا افضل وبعد ذلك نرى اذا اعطى لموجه دفعاتهم تصحيح هذا الشراء غير ذلك ممكن يرجع ثم يعود ثم يعود ثم يعود لن اخرج من البيع اوكي الان سأحرك خسارتي لها المنطقة واتركها وسأبحث عن فرصة للشراء اذا اعطني فرصة لدينا استراتيجيات واضحة للبحث عن الشراء او عن البيع سنطبقها اوكي الان هذه بنية تصحيحية لحد الساعة للصور وهذا التصحيح اكبر من هذا ومن هذا كما قلنا قبل يومين وبالشمل هذا الذي حدثي حمينا حمينا انفسنا من الشراء في منطقة سيا بعد الزل هذا اكتمال الزل كل معاني الان وانتدر نشوف هالتصح كيف شئ يكتبي اولا ويجب ان تكون لديك استراتيجيات تعرفون نحن لا نعطينا لصحة احمالية ولا استثمالية ولا توصيات يجب ان تكون لديك استراتيجيات لتداول مثل هذه النماديش اذا كان هذا هو تحليلي الذهاب اليوم اتمنى لكم استفدتم من هذا الدرس لكنتم كدلك فجروا لايك اضعوا تعليقاتكم اشتركوا في الفيديو لا تنسوا لنضفنا وتعليمكم وانا العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم